شارع رئيس هو كل ما كانت تمتلكه محافظة الجوف وعاصمتها الحزم منذ عقود ولا يوجد فيها ما يوحي إلى أنها مدينة لكنها اليوم وبفعل التوسع والكثافة السكانية والتمدد العمراني والنشاط التجاري أصبحت تمتلك الكثير من الشوارع التي تم شقها وتعبيدها من قبل السلطة المحلية وتركتها تتهالك قبل سفلتتها فضلا عن تحسين صورتها لتبدو كأنها مدينة خلال السلطة المحلية وبدعم سلطة المحلية مثلها باللوامي من عكيمي بردم بعض شوارع مدينة الحزم الداخلية ومرحلة الأولى من خط القوف حضراموت وبالرغم أنها لم تزفلت خلال الفترة الماضية أدى إلى تلف بعض إجزائها وبالرغم أن هناك توجهات من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باعتماد زفلتة الشوارع مدينة الحزم الداخلية وخط القوف حضراموت لذلك نطالب الحكومة المركزية بسرعة اعتماد هذا المبلغ المالية نظرا للحاجة الماسة للمحافظة كونها محافظة نائية يدرك الجميع هنا في الجوف أن تحريك عجلة التنمية وتقدمها لن يكون بالصورة المرجوة والتي يتطلع إليها المواطنون ما لم يتم سفلتة هذه الطرقات والشوارع الداخلية في عاصمة المحافظة شاهدنا في هذه المحافظة منذ تحريرها ردم العديد من الشوارع وفتح الطرقات ولكن من المؤسف جدا أنه لم يتم تعبيد هذه الطرقات ولم يتم تفزيل زفلتتها كذلك من المؤسف أنه لا يوجد هناك واجهة لما يسمى بعاصمة المحافظة نحن الآن في مدينة الحزم في شوارع هذه المدينة التي تعاني الكثير من الحرمان فزفلة هذه الشوارع والاهتمام بها تساعد كثيرا في سير الحركة والتنمية في هذه المحافظة تعرضت هذه المدينة للحرمان والتهميش على مدى عقود طويلة وآن لها اليوم أن تأخذ بعضا من حقوقها وتعوض سنين الحرمان والإقصاء المتعمد في مختلف المشاريع وهو ما يأمله أبناء هذه المدينة من الحكومة والسلطات المحلية خلال المرحلة القادمة تدور عجلة التنمية في محافظة الجوف بصورة لا تتواكب مع التحولات والفرص المتاحة والتي سامت السلطات المعنية في تأخرها بتجاهلها لما من شأنه إيقاد صورة ناصعة تمثل واجهة المحافظة أهمها سفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الحزم عاصمة المحافظة مع جد عياش يمن شباب محافظة الجوف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر